فعم بشوف كتير متمكن الأمور عم تمسكها في إيدك من بعد ما كانت ضاعة عم بشوفك بتطلع من طاقة طبعا فيه شخص على الصعيد العاطفي على الأغلب سبب لك أزى معين بسبب علاقة ثلاثية ولكن هاي العلاقة الثلاثية منتهية ينبين عندي رح تنتهي بهاي الفترة الكرت طالع مقلوب الشريك رح يختارك بيّن أنه بالفترة الماضية كنت كتير من كتر الأرق والكذا إما صرت تتعاطى خلينا نحكي أدوية أو كذا عشان تنام عم بيكون عندك مشاكل في النوم أو حتى مشكلة صحية تشكلت عندك نتيجة مشكلة روحانية أو فراء أو حزن معين ولكن هذه الفترة رح تكون عندك يا عزراء كتير أمور بتخليك متمكن معلومات حقائق عم تظهر قدامك نهاية لعلاقات ثلاثية عم بشوف الشريك مندفع ناحيتك ممكن كمان يكون على الصعيد العمل عم بشوف أكتر من فرصة قدامك في العمل لحتى يعني فرص عمل جديدة وحتى بالعمل اللي أنت فيه عم بشوف زيادة زودة بالمال إما ترقي أو إما يعني موضوع من هذا القبيل مشروع عم يزدهر كمان ممكن يكون هذا الكرت عبارة عن طاقات سلبية عم بتأثر على الشاكرات عندك فكون شوي وعم بشوف هنا تشرافي من هذا الموضوع على خير هاي الفترة إن شاء الله إذا كان هذا طاقة سلبية أنا بشوفه طاقة سلبية قوية إذن هذا بشكل عام عم بشوف فيه فرصة حمل للعذراء إن كان أنثى أو الرجاء العذراويين يعني نسائهم فيه فرصة أن يكون فيه أطفال فيه احتفالية رح تكون بالنسبة للمتزوجين خاصة يعني احتفالية رح تكون على على نية إنه تتصلح الأمور على نية إنه تتجدد الحب تتجدد المشاعر عم بشوف الشريك مندفع ناحيتك هاي الفترة وإنت قاعد وعم تتفرج يعني عليه وعلى الطرف الثالث اللي عم بنتهي وعم بتكون متحكم ومسيطر هون عنا كتير قلنا بتوقع الأبراج الأبراج عم بتكون ميزان أو تور حمل زي ما قلنا هوائية نارية ترابية فيه مائية بس يعني فيه مائية أيضا بس خفيف يعني مش كتير فهي الأكترية الأبراج عم بشوفك يعني كنت بدك تسافر أو حابب إنك تبعد وتروح وعن الحبيب أو تروح عن المكان اللي إنت فيه أو تنتقل لكن أنا نصيحتي إليك في هاي الفترة ما تتحرك خليك زي ما أنت ما تاخد أي قرارات في هاي الفترة رح تكون نوعا ما ضدك فشوف هون الكرت كرت القرارات أو كذا طلع لنا مقلوب هذا تحذير إنه ما ناخد قرارات ولكن المشاريع الجديدة حب جديد عم بشوفه أيضا للعزاب فرصة حلوة عم بشوف فيه معجب فيكم يا برج العذراء يمكن حاول مرة أو مرتين أو ثلاثة إنه يعبر لكن مش قادر إنه يدخل معاك في علاقة فأنا عم بقولك إنه أعطيه فرصة الأشخاص الاجتاد في حياتك هاي الفترة عم بيكونوا يعني فيه خير من وراهم هاي الفترة مطمئنة ممتازة بالنسبة إليك حلو كتير الكروت عشبتني خلينا نشوف أكتر على العاطفي على الصعيد العاطفي إن شاء الله كمان يعني إحنا حكينا عن العاطفي طبعا قبل شوي أكمل نقطة بس كمان تأكيدا انتصار رائع جدا انتهاء لعلاقة ثلاثية أو انتهاء لشخص عم بيبارزك في العمل عم بيحاول يتنافس انت وياه عم بشوف عندك النصر هذا الكرت الثاني عم بشوف إليك أكتر من أمنية على صعيد الحب والعواطف عم بتتبلور من بعد ما كانت أحلام أو معجزات بالنسبة إليك عم بتكون في بوادر حلوة من ناحية الحبيب ولكن بدي شوي أحذرك من هذا الحبيب عم يطلع عندنا شوي هذا الشخص فيه صفات نوعا ما عم بتلاعب فيه شغلات عم بيخبيها يمكن بشكل عام عم بيكون مولدا نوعا ما أو كذا بيعمل شغلات مش كتير بترضيك عم بشوفك عم بتحط حد لهذا الموضوع هاي الفترة عم بتحاول انك تعطي حجمه الطبيعي شايفه انو الحب ناطقكم كبير عم تتخيلوا بعض عم بتحبوا بعض يعني حب حقيقي بالنسبة للمطلقين عم برشوف رجوع يعني من نوع يعني آخر رجوع بشكل حلو لكن بشكل مفاجئ الزوج عم بيقدم تنازلات شايفه أو الشريك عم بيقدم تنازلات معينة عم ينهي طرف ثالث كرمالك لحتى يعني ترضى وانو يثبت لك حسن النية عم بشوفه بيحبك على العمياني زي ما بيقولوا يعني زي مغمض عيونه وبيحبك عن جد رغم انو عم بشوف كتير فيه اختلافات وكتير فيه عوائق بيناتكم ولكن عم بيغمي عيونه وعم بيحبك بحب غير مشروط خلينا نقول طيب خلينا نشوف العقل الباطن طبعك هاي الفترة يا برج العزراء آآ شو عم بتركز على شو ممكن يطلع لنا عشي مختلف ما بعرف شو طلعلك كرتين هاي المشكلة اللي قلتلك عنها نهاية الطرف الثالث رح تكون قريبة جدا ورح تكون مؤلمة للطرف الثالث بالنسبة لك انت رح تكون عم بتفرج بمتعة يعني هيك زي اللي مغمض عين ومفتح عين عامل حالك مشاير بس عم تكون كتير مبسوط بنهاية الطرف الثالث لانه فعلا أزاك أزاك على الناحية المعنوية وعلى الناحية انه كان يعمل أعمال وشغلات لإلك وللشريك فشايته انه انتصار بكل معنى الكلمة يعني أكتر من انتصار على هذا الشخص على مراحل رح تكون فالشيء كتير حلو خلينا نشوف إذا فيه تحذيرات لإلك هذا الشهر أو حتى مش تحذيرات ممكن يطلع لنا كرت ثاني شوف هنا زي تطمين بالعكس مش تحذير طلع لك مثل الكلب اللي بوفي الحبيب وفي لإلك ولكنه تحت ضغوط معينة ما بعرف شو هي ممكن تكون طاقات سلبية من الطرف الثالث ممكن تكون من ناحية العمل ممكن أطراف عم يتدخلوا ولكن هو من داخله عم بيكون وفي لإلك ويعني مثل الكلب الوفي مثل الشخص اللي بيخاف عليك الشخص اللي بيحبك من جوات قلبه ففي عقل باطن جدا بيحبك لكن بدك تصبر على هذا الوضع لحد يتما تنحل هاي الأمور خلينا نشوف الفريكارت إذا في أي شي مبين أنه الحبيب رح يرجع في شخص إما صديق أو حبيب أو كذا رح يرجع ولكن أنت رح ترفض فمثل بنصحك بعدم الرفض أنه ليش ترفض أو كذا فشايف من عندك رفض لموضوع معين رفض لشخص معين أنه يرجع لحياتك عم بتكون صارم في هذا القرار فما في داعي لهاي الأمور الرفض ما بيحل مشكلة ممكن نساوي الأمور ونعمل تسويات ونعمل نصلح الأمور بطريقة ثانية لأنه أنا شايف الحبيب شاريك والحبيب عم بيكون بيحاول على الأقل هون بيقولك رح تكون إن شاء الله هاي الفترة كتير كتير سعيد بسبب اللي قلنا عنه الانتصارات اللي ورا بعض ولكن بيقولك من كتر الفرحة ما تنغر يعني ما تكون مغرور تتفرج حواليك يمكن يكون في وراك شي بيخوف ممكن تكون على حافة صخرية فكون يعني متزن في الموضوع افرح ولكن قلنا رح تفرح بالطرف الثالث ولكن افرح باعتدال وشوي شوي ما تغير شخصيتك ما تغير انطباع الآخرين عنك بس انا بشوفها اكتر اشي انا بشوفها على الممكن على العمل طبعا بالوفرة مادية بس انا بشوفها اكتر وفرة على فكرة ممكن تكون مادية نعم اكتر اشي انا كنت مفكرة اول شي بالعاطفة طبعا ممكن لكن بالعمل اقوى لانه عم بشوف فيه عم تقطف ثمار موضوع معين انت تعبت عليه الىك فترة الىك فترة عم تستنى هاي الوفرة والان عم تجيك هاي الوفرة ازان حبايدي